بتروح للمرمى مرة واثنين وثلاثة وبتضيع اهداف بالجملة ده يدل على ايه؟ يدل على حاجة واحدة بس ان انت عندك لاعب او ما عندكش لاعب يترجم الفرص دي لاهداف حقيقية امام المرمى تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاوية في كل مكان يارب بتكونوا بصحة وبسعادة وفي امان انا هاني الشراوي ودي قناتي قناة الاهلاوية على اليوتيوب حلم الوصول للنهائي تبخر تبخر بسبب بعض اللعيبة وبسواء باستعجال او برعونة او بخوف بتضيع اهداف يعني سهلة جدا وعلى فكرة الكلام ده مش فيه كأس العلم للانديها فقط لا الكلام ده فيه الدور المصري وفيه البطولات المختلفة اذا يا كابتن خطيب ويا لجنة التخطيط محتاجين مرارا وتكرارا بقولها مرة واثنين وثلاثة واربعة ومليون ان دي الاهلي محتاج باكرايتو محتاج باكليفت محتاج مساك محتاج صانع العاب محتاج اتنين روس حربة ارجوك يا كابتن خطيب هات راس حرب على اعلى مستوى ما انت كده كده بتصرف يعني المليون وثلاثمائة الف اللي ادتهم لمودست وما عملش حاجة هي دي مش فلوس لو حطت عليهم مثلا اتنين مليون تاني وجبتلنا لعب له قيمة مش انت هتستفاد بدل ما تخسر فلوس مرارا وتكرارا في لعيبة ما بتفدش النادي الاهلي اللعيب النادي الاهلي قدت شوت اول على اعلى مستوى ولكن ما يفتقده النادي الاهلي هي اللمسة الاخيرة الكور السهل اللي بتضيع كهرباء مش وظفته انه هو رأس حربة كهرباء جناح برسيته جناح فمش وظفتهم انه هم يجيبوا اهداف في لعيبة عندها القدرة والمهارة بشكل مستمر ولكن المغزون البدني والمغزون الفني لدى النادي الاهلي كله تفرغ فيه المباراة الاولى بتاعة اتحاد جدة فانت داخل المباراة دي عندك حاجتين ناشوة فوز رغيبة غطت على الحدث الاهم والابرز ان انت هتقابل فريق برازيلي وكان في الامكان يعني الفريق الفريق البرازيلي ده كان في المستطاع ان انت تفوز عليه واحد واثنين وثلاثة في الشوت الاول وتخليه او تحجمه في الشوت التاني او تلعب جيم دفاعي في الشوت التاني ولكن المشكلة الاساسية في النادي الاهلي اللي رئنا نشف عليها ان احنا محتاجين اتنين روس حرب على اعلى مستوى محتاجين عمد متعب ومحتاجين فلافيو محتاجين لعيبة بهذه العيانة محتاجين محمد رمضان محتاجين الكابتن حسام حسن محتاجين ايمن شاوي محتاجين لعيبة تخلص لك في التمنتاشر محتاجين اوساما حسني محتاجين لعيبة عندها نزعة هجومية قوية تخلص لك من ربع فرصة النادي الاهلي غلب نفسه بنفسه النادي الاهلي ضيع وابل من الاهداف واهداف بالجملة واهداف سهلة من بيرستاو مرة من كهربا مرة من طهر محمد طهر مرة من غيره مرة احنا محتاجين حد لهذه الفرص السهلة اللي بتهضر امام المرمى النادي الاهلي كانوا او جماهير النادي الاهلي كانت تمني النفس ان احنا نكون في المباراة النهائية تفوز تكسب تخسر تتهزم مش فرقة خلاص انت وصلت المبتغاك ان انت عايز تحلم ان انت توصل للنهائي وانا قلتها في فيديو سابق ليه في القناة عندنا قلت ان المركز الثالث صغر على النادي الاهلي والنادي الاهلي كبر على المركز الثالث احنا بنأمل وطموحاتنا بتروح للنهائي علشان نلعب يا اما على الزهبية يا اما على الفضية البرونزية ما بقتش من طموحاتنا ولكن خلاص ده قدرنا ان احنا نلعب على البرونزية ولكن انا شايف بعض الابواق الزملكوية طلعت هيص او طلعت زيط في الزيطة يا ابني اتفلع على المصري اللي لسه كفيك على وشك من يومين انت بتتكلم في ايه ده احنا بنلعب في كأس العالم مع فريق برازيلي ايا كان بقى هو يعني الاعمار بتاعته متفوقة لكن اللعبة ما كان فيه الملعب لكن النادي الاهلي محتاج تصحيح يعني اوراق النادي الاهلي عنده حاجات لازم يصححها لازم يجيب غرباء كبير وغرب للعيبة اللي ملهاش لازمة في لعيبة كتير لازم تمشي من النادي الاهلي في خلال 15 يوم خلال يناير القادم لازم لعيبة كتير يتم تصفيتها من النادي الاهلي وتواجدها في النادي الاهلي زي عدمه فبالتالي لازم يعني لازم اللعيبة اللي بتاخد فلوس وبتقبط شهرية وهي ما تستحقش تمشي من النادي الاهلي لان النادي الاهلي مش جمعية تعاونية ولا مؤسسة لرعاية اللعيبة اللي قاعد عالدكة لما بتعملش حاجة فالنادي الاهلي محتاج لعبة كتير لازم تمشي من النادي الاهلي ولازم يجيب المراكز اللي انا قلتها لحضراتكم النادي الاهلي محتاج لصنع العاب بشكل قوي ومحتاج تنروس حربة بشكل قوي النادي الاهلي محتاج باكرايت وباكليفت ومحتاج مساج الطلبات دي لي خمس شهور بصرخ عليها لكابتن خطيب وبتمنى حضراتكم تعملوا لايكات وشيرات لأي فيديو انا بنزله لان في كل فيديو انا بطلب الطلبات دي ومع ذلك انتو بتأثروا معانا في اللايك وفي الشير وفي الكومنت وكأني انا بدا في ملطة مع انكم اهلوية ويهمكم صالح النادي الاهلي هاردى لك للنادي الاهلي عملنا شوت اول جيد جدا بل ممتاز وكانت اللعيبة كلها على اعلى مستوى ولكن الشوت التاني فقدنا التركيز فقدنا الحماس فقدنا كل شيء حتى كولر كان فيه ادارته للمباراة الشوت التاني خارج الخدمة تماما بنتمنى النادي الاهلي يحصل على المركز الثالث وبنتمنى النادي الاهلي في خلال 15 يوم يكون حط ايده على الاوراق اللي نقصى النادي الاهلي في الفترة القادمة ويتم الاستعانة بيها بشكل كبير واصرف يا كابتن خطيب انت كده كده بتصرف على بعض اللعيبة اللي ما تستحقش التواجد في النادي الاهلي بكرر مرة واثنين وثلاثة احنا ورا ادارتنا ورا الجهاز الفني النادي الاهلي ورا اللاعبين الموجيدين اللي بتقطع نفسها في الملعب لكن محتاجين شوية فواء للعيبة اللي بتتدلع شوية اللي بتتعالع على الكرة شوية اللعيبة اللي مش مركزة شوية محتاجين فواء ومحتاجين حد يقول للعيبة دي انتو النادي الاهلي وتشارة النادي الاهلي ماينفعش تلعب مباراة كويسة ومباراة شوت كويس وشوت اقل لان في ثانية بيجي الهدف في ثلاث دقايق ممكن تضيع مباراة النادي الاهلي كان كويس الشوت التاني عفوا للشوت الأول والفريق البرازيلي كان الأحسن للشوت الثاني وهو اللي استحق الفوز ولكن الفوز كان في متناول النادي الأهلي وإحنا ضايعنا الفوز بأدينا بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة أنا آسف جدا للبطالة بكرر أن بقول هارض لك للعيبي النادي الأهلي وكل جماهير النادي الأهلي خلف إدارتنا وخلف جهازنا الفني وخلف لعيبينا بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة كان معاكم أخوكم هامي الشارقاوي أشكركم مرة واثنين ما تنسوش دعمكم مهم اللايك والشير أهم حاجة في القناة عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا وقناتكم قنات كل الأهلوية الأهلوية على اليوتيوب كان معكم أخوكم هني الشارقاوي وسلام عليكم